مرحبا مرحبا هذا الفيديو سيكون ردتي على كل التعليقات التي أريتها بهاليومين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حلقة مبارح من Take Me Out 12 الحلقة التي يظهر فيها أنا جدا مع اليوم أكثر شي سمعت أريتو هو أنه إفونا بتعرف اليوم قبل البروغرام اللي بدأ لكم يا أول شي هو أنه البروغرام تصور بالصيفية فإذا بترجعوا بالصور اللي عندي على الفيسبوك أو اليوم ما في شي قبل الصيفية يعني كلهم بيرجعوا من شهرين لوريا يمكن ماكسموم ثلاثة ما بعرف بس أنه مش قبل ذلك فأنا مثل ما قالت بالحلقة اللي ما كذبت فيها أنه أنا متلاقية فيه اليوم بكم مطعم أي الكامرات ردات و هيك أشياء مثل ما بعرفوا ما عرفوا خاصة وما نحكي عنوية مسائر حديث عنوية أبدا فهيدي خلصنا مننا بليز ما بقى أحدا يقول أنه بيعرفوا بعضا قبل البروغرام وبعضوا بعضا قبل البروغرام اللي عم بيشاقل و عم بيجرحو بشخص آليو لأنه ليس مقبول أبدا هذا الشيء يعني لو أنتم تعتقدوا أخلاقه كنا سكتنا لو أنتم تعتقدوا تصرفاته لقاله حقكم كنا سكتنا أنتم تعتقدوا شكله لقاله اوكي أما بعتقد يا مؤمنين أنتم لأنه يفوت لعندكم و يشوف الأشياء و السور يقولون أنتم كتير مؤمنين بربنا يا مؤمنين أنتم ما بعتقد أنه في حدا قبل ما ينزل من بطن أمه عمل طلبية أنه يابا أنا بدي أكون طولة متر و سبعين شعري أشقر عيوني خضر أو عيوني زرق هايدي خلقة ربنا أنتم عم تنتقدوا خلقة ربكم يعني هو ربنا خلقه قصير شو بيقدر يعمل إذا عندكم شي تقولوا أو تنتقدوا أو تسبوا فيه اكتبوا و ودوا لرب العالمين سبحان اسمه شو بدأ لكم أكتر من هيك يعني هو منقة شكله بتقدروا تعمل هالشي بتقدروا تنتقدوا ربنا وبتقدروا تنتقدوا ربنا فخلصنا بقى من هالقصة خلصنا بقى نهائيا منها لأنه يعني ما عم بتوتوا إلا من قيمتكن وحديثكم ما بيعبر إلا عنكن يعني كل واحد شو بيحكي وبيكون هو هيك يعني كل إنسان عم يحكي بكره وببغض وبأذى بكون هو إنسان بكره وإنسان مأذى وإنسان ما خرج العالم تحبه أصلا خلصنا من وضوع الشكل جردة الغاز والغسطالة وهل أهل أهل تعبير للوسخة المجوية اللي مش مفروض تنقال من إنسان فهمين إلا إذا بتعتبروا حالكم عالم مجاهلين صار شي تاني لأنه مثل ما قلنا ما حدا بنقل شكله كمان هذه حتى نهاية عجلة القصة الثانية هي أنه أكيد أنتم متفقئين مع الـ LBC والـ LBC بدون يكتنقية بدون يكتدهار معه لمعلوماتكم الشخصية إذا عندكم حدا كان يحضر من الجمهور لأنه في 300 شخص بالجمهور إلا ما تكونوا بتعرف حدا منها 300 تبقوا أسألوه أنه وقتا يفونا تركت الدولة قالوا شو صار على البراتو مش وقفوا تصوير نصف ساعة بس يساعدوا أنه لا أنت أكيد أنه بدك تفلي لأنه أكيد أنه ليس مخصوصين أنه أنا فيلم للبروغرام لأنه أنا عنصر أساسي بالبروغرام شيئا عقابينا وأكيد أنه يحب وجوده بفضله أن يكون موجودة على أن أفل فـ توقف التصوير بس أنه سيكونوا أكيدين أنه أنا مضبوط بدافل لأنه أنا أخذ هذا القرار كمان مش الـ LBC فرضت علي والـ LBC مانا دافعت لي كلمة أظهر مع إليو ولا شيء مثل موضوع صحيح قاعد سنحدث عن أليو قانت أليو بحاجة شباب لا رأيت أول شيء يوجد أكماليو تقول أنا أقيته عن مصرياته فصدرت أن أليو لا تكلمت عن مصرياته بالحلق لا أذكر أنه لا يتذكر أنه ان فتح تصير وحاجة من المفتح أو مماء أو أو شيئا حول الثالث شيء مرأى كثير شباب ما غير مساري كثير وليس كنت أخذت عن مسريتها في البروغرام وليس كنت أخذت ذلك وأنا مبين مع احترام للجميع أنا بنت أعمال أقل نهار 10 ساعات أيام بوصلة إلى 12-13 ساعة أعمال فيهم كرميل أظهر على قمة عايشة وكرميل أنا عايشة لحالة كرميل يمي بيتي والكهرباء والموتار وفي غراضي ومصروفة وكل شيء وكرميل لمعوض حدا ولا ميت إيد لحده فعمل له معروف يعني وقت الانسان يريد أن يتحدث شيء يريد أن يتحدث شيء منطق المنطق يقول أنه لو بنتها القدة تغرين المساري سوري ما ناقصني شيء إذا صاحب واحد معه مساري ويصرف علي ما ناقصني شيء أبدا بعتقد الحمد لله ما ناقصني شيء وأنا مرة نقعت هالطريق كمال الحمد لله لأنه ما مش أنا هيك أنا بحب البنت تكون مستقلة تصرف على حالة وما تغوز حدا وأنا مستقلة وهيك أنا عايشت والعالم اللي بتعرفني ورفقاتي والعالم اللي بتعرفني ورفقاتي والعالم اللي بتعرف أنا وليت أعمل وشو معمو تعرف إنه أنا هيك أي يعني أنا على التليفوني في عندي مليارات المساجات من سيزن وان لسيزن تو أشياء عروضات وأبدا تكوني على أشياء مؤرفة وأشياء اللي عم تتهموني فيها إنتو وأنا مرة رادة بحياتي كله بلوكات حتى أيا ما بيفتح المساجين ارجوك ارائكم و كيف تحكموا على العالم دعوكم لأنه في شيء اسمه منطق بس حدا يجب لي إثبات انت يفغون بطعم لي كذا كذا في عنا دليل في عنا إثبات كذا كذا في عنا كونفرسيشن في عنا في عنا في عنا ارجوك 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 و انا مستعدة اتواجه انا وياكم خلصنا مع الموضوع لانت قلنا موضوع التالي وهو انه شو هدفك من البرنامج هدفي الشهرة اكيد انه في هدف شهرة اكيد انه حلو الواحد يكون مشهور بس انه شو باي طريقة و كيف هيدا شي تاني صار يعني انا طلعت درت تعبر عن حالي بطريقة ايام زتها انا بعترف انه انا 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 بلغت بالاشياء ايام خبرت اشياء يمكن ما مش موجودة كتير يمكن شي منه موجود شي منه بلغت فيه بلغت فيه كرمال لانه شعته او قبيته يبغونا قلبة الماييس قلبة الماييس بالبلد بشكل مزبوط يعني موجود على الارض يعني حقيقة هيدا يعني من قيمتها مرة بتتجرق تطلع تقول الحكة اللي انا حكيته على التيفي بغد النزر اذا بتعتبروه اذا بتعتبروه ضعارة او شو 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 بتسموها بعض العالم في ناس فهمت الفكرة وفي كتير مساجات وصلت لانه ناس فهمت الفكرة وانا شو انا شو عكل حال انا مش طابة من حدا يفهم انا شو انا اول مرة بيطلع وبصرح بها الاشياء كرامت ايليو وفارد مرة قلت بكافة بالموضيع الباقي يعني فاللي عم بقوله انه وقدرت توصل حكي قدرت احكي باشياء يعني شي واقع هيدا انه بليز ما في ولا بيت البنات من المساحبين فيه وما عندهم حبيب وما عندهم رفيق وخلص البنت بتوصل لعمر بتبطل بنت صغيرة يعني اوكي بغد النزر اذا هي ناطرة قبل الزواج او بعد الزواج او لوان بتوصل او لأيا مرحلة هيدا الشي انا ما عم شجلة على هيك ولا على هيك انا بكل الحلقات قلت ان انا بأنا مع حرية الشخص يعني انا انا يعطي هيك لازم اعمل هيك إذا وحدة عبده تصحر كل يوم وأنها تلبس أسير لازم تعمل أناعتها إذا وحد جاي يجب أن يعمل أناعته ماذا كان يكون؟ يجب أن يعيش بحرية في تعناعة و يتصالحوا مع الحاله ماذا يعني نحن؟ بالموضوع نأخرى ماذا تقول إيفونة لكن بالعمل لم نقوم بأدنها يعني أنتم عالوا متخبين على اللبسين اقنع ومشين بهالحياة أو أنه فينا نعمله بالحياة و صمت له على التليفيزيون و نقول له لا ما هو تليفيزيون هذا الشو هذا كيف يقوله مثل أنه يمثل الحياة يمثل كذا جزء من المجتمع كان فيه من جميع الاشكال والألوان كان فيه البنت الخجول البنت الجريئة البنت المبارك شو البنت المبارك لكن تشعر أن هناك أكثر أن العنا لا تتجرق تتحدث مظبوط لكن إيفونا تتحدث مظبوط وأنا أعرف أن هذه الشغلة عفويتة وصراحة خلت العالم هل قد يكون لدي عدد معجبين معجبين أنا معجبين بشكل أو شيء أكيد هناك ناس معجبين بشكل وناس بالشخصية وناس بما بعرف شو كل واحد شيء لكن الذي أحب إيفونا عدد كبير وكثير من ما أحب إيفونا عدد أكبر وكثير من ما أحب إيفونا أنا أعرف من التعليقات وعرف من التعليقات وأعرف من كل شيء فأنا أحبت أنه طلت عمل بهالبروغرام بعد سنتين بما أنه كل شيء كانت ستشل فيه أحبت أنه تكون كمان الديد طبعي ستشل أحبت أنه أخذ شخص ما حكى عنه سريته ومنه هالملك جمال ومنه هالعضلات والجسم الحلو ما بعرف شو لا شخص عادي أسير ودعبول وما دوم ليس كرميل لا أجوزه ولا أظهر معه لا أظهر معه لا أظهرت مع أليو بالعكس كسبتوا رفيقه هو هلأ من أعذر رفقه أعذر رفقاتي وأنا بياك اليوم وأفتخر بصدقته لأنه أليو ما تنتقلوا أنتو هو من أهدم عالم ما تتعرف عليهم يعني تقض مع أليو بروح لهم عن القلب بشير هم عن القلب بدحك العالم كله وينما يكون العالم بيطالب فيه دقه لأليو يجي دقه لأليو لأنه كثير مهدوم أحد كثير خدوم أحد كثير وفير لرفقاته أحد بيقف لرفقاته أحد بيقف أحد رفقاته إلى الموت أحد إذا أقلب عن القلب أنا بعرف أنه إيفونا عند إليو بعد قلب إيفونا كما قال إليو باقي إليو بنفس المستوى ونفس المستوى أخواته أنا مابندم ولا لاحظة أني اخترته ومابندم أني لو إنه هلأ عم بتلقى هلأ انتها آذات هلأ عم فسر أنه يعني أنه سراحة أي عندما نققت crushed by lulu و Birds كنت 피부 وня tongue ماذا جملة هذا المقرفة أنا نققت هذا الشخص لأنه لا أن أتفقدها بالأسفل وفي هكذا الأمر الممكن ولديها معينه لا أن أريد فمتاله أنا أريد فمساري أنا أريد فمساري أريد فمجد بمساري ومجد فمجد بمساري لا أريد فمجدين لني أفهم أن أكون هناك مجدد لا أعبد أن أقدم تغتل نظر في الأفضل فأنا أردت أن أستفيد لديها الكثير من الأفضل أنا حلوة يعني ما رح إذا حطيت براسل و بدنا نمجش عشاب معه مساري عشاب حلو أكيد بلاقي يعني بس بعد ما رقيت شاب يخطف لي قوي و يسرق لي قلبك ها هي كل الخبرية فحبت انهي البروجرام بطريقة أنه أنا موصل مسج للعالم أنه يكونوا بتحكي بالمساري ايه بتحكي المساري هي تطلعها مش 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 شابي يصرف عليا مثلا مش غلط أنه زياد يكون معه مساري وكل عام تحب المساري انتبه مش غلط بس اللي عام قوله انا نقيت قاله اول شي اول شي لانه انا عرفت من قبل ما تكتبوا انه رح ينتقد هالزلمة و انا قلت انكايب الكل انكايب الكل انا رح نقي هالزلمة كلمان كل اللي حكي انه ايفونا ما بيعجب العجب و ايفونا و ايفونا ايفونا لأ ايفونا عجب هالشاب وكل اللي قطع قبله يمكن كانوا احنا منه بس ينقت هاد الشاب فبتمنى يكونوا وصلكم المساج و بتمنى تكونوا فهمتوا شوي نقطة اللي حبيت وصلكم اياها و اكيد بالاخر بدي اشكر كل كل العالم اللي حبتنا وقفت حدي بعضتلي مساجز كلها سابورت و حب يعني شو بدي الكم ما في كلمات اقدر اشكر فيها لانه عن جد هيدا الشي بيقوة يعني بيهض النظر ع كل الشي باد كومنتس وحتى يعني الواحد ما بيعود يعبرهم العالم للهيترز يعني بالقد ما بيكون في اشي حلوة و اهلي اهلي انا لا اعرف كثير من بحياتي لانه ما حدا اقدون يوقف حدي وشجعني مع كل الانتقادات كمان اكيد سمعوه و اكيد كانوا من قهروا يسمعوا و يقروا بس ولا نهار شكوا بنتم مين و بنتم شو ولا نهار الا ما وقفوا معي ولا نهار اسمعت منهم كلمة بالشعب او اي شي بالعكس حتى هن بيردوا عالكومنتس ورفقاتي وقرايبيني وكلهم عن جد بحبكم بشكل مش طبيعي ويمكن مش دايما معبر لكم عن هالشي بس معزتكم بقلبي كتير 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 كبيري لك كل شخص يمكن قريت المسج طبعه وما قدرت رد عليه لك كل شخص بعد اي كلمة حلوة اي كلمة اه بتشجعني او في كتير ناس قالوا لي انت متعبري عن رأينا بس نحنا مش قادرين نحكي هالاشخاص كلهم من قلبي من قلبي بشكركم و بقلكم بحبكم قد الدناب و ان شاء الله تكون وصل المسج و بليز بتمنى على العالم اللي الفهمانة المؤمنة اللي عند عقل موزونة تفكر انه عايب لو عن مزح لو عن اي شيء لو عن ضحك عايب نجرح بالشخصة عايب نجرح بالشكل عايب هايدي خلقة ربنا ومش مفروض ان اي انسان يحكي بها الماضية شكرا 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 شكرا